صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي بيان من الديوان الملكي انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود وقد أوري جثمانها الثرى اليوم الاثنين الموافق للعشرين من شهر الثامن من عام 1441 للهجرة في الرياض تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون اشتركوا في القناة